مبارح وأنا بتمشى في شوارع المحروصة في حالة من حالات البهجة حالة من حالات الفرحة الكل ماشي في الشوارع مبتسم وكل بيستعد ويتأهب لاستقبال عيد الفطر المبارك ربنا يا رب يجعله كده عيد سعيد على كل المصريين وكل بيت موجود في مصر ونبقى دايما كده في وحدة وفي لحمة كده ما بيننا وما بين بعض وده اللي بيخلينا نسأل سؤال إيه هي ذكرياتك مع ليلة العيد لأن أعتقد من شخص للتاني في ذكرياتك وفي تفاصيل إيه ذكرياتك يا بس إيه أنا هتكلم على الطفولة أكتر وأنا صغيرة الشيئة ولكن أنا معكي والله أنا كنت أعوز أقولك أن كل مرحلة لها متطلباتك أيو فيه نضج بيحصل مع الوقت وليلي طفولتك الأخر أنا أريد أن أعطي معك من زوان نرجع من الأول أنا قاعد معكي معني في مشكلة نرجع قصة من الأول في الحقيقة أنا من الناس اللي أحب العيد قوي قوي لأنه أنا يعني كنت أنا أعرف أخليه حاجة مختلفة كده يعني متالية كل الناس يعني ليس أنا بس بس أنا كنت يعني شقية شوية وأنا صغيرة فكنت بطبق مش بنام فكان يوم الوقفة ده بالنسبة لي خاص أول ما يقولوا خاص استطلاع الهلال والنهار ده متمم رمضان أول حاجة بعمله خاص بقرر أن أنا مش هنام بالليل هفضل صهرانة عشان خاطر أعرف أن أصلي صلاة العيد وما تروحش علي نومة وأتأكد أن أنا أهلي هيخدوني معهم وهم نزلين يصلوا وما تروحش علي نومة أفضل صهرانة طول الليل طبعا لو أهلي هيخلوني أنزل قاعد مع صحابي شوية كان بها لا خلاص هفضل قاعدة بتفرج على التلفزيون لغاية ما الساعة تيجي خمسة خمسة وي وابتدي أنزل مع أمي ونبتدي نصلي مع بعض صلاة العيد ومن بعد صلاة العيد زي أي طفلة مصرية أصيلة ببقى عندي كده محوشة من العدية بتاعتي فلوس عشان أجيب بيها بمبو صواريخ وانزل أفرق بمبو صواريخ مع صحابي في الشارع بعد كده بقى يعني طبعا خاص بيخم علي من كتر التعب من كتر الفرهادة وابتدي أطلع نام ساعتين وبعد كده بننزل نروح عند جدتي نقعد معها شوية أبتدي أجمع العيدية بقى من العيلة واشوف مين اللي هيدديني عدية وقعد جنبه شو مين اللي يبتدي يديني فلوس بمطرجتها أمو ده بيديني عدية فهروح أسلم عليها وقعد جنبه أبتدي أعود يعني خلس كل الأطفال في العيلة بيبتدوا يأخذوا العيدية بتاعتهم واشوف بقى يعني هعمل إيه بقى بالفلوس دي بالليل لو روحنا البيت ممكن أن ننزل أعود مع صحابي شوية أو يعني أبتدي بقى أفكر إيه اللبس اللي أنا هشتريه بالعيدية أو الحاجات دي كلها فترة الشباب شوية طبعاً إيها حاجة مختلفة يعني كمان من الحاجات الجميلة قوي اللي بقيت أحب أعملها إن أنا وأنا رايحة المسجد بأخذ معي بلالين للأطفال اللي هناك بحب إن أنا أعمل الحركة دي وفي الحقيقة معظم المساجد النهاردة بقى فيها كده يعني بقى فيها الناس بتوزع على الأطفال الحلويات والبلونات والحاجات دي وطبعاً بنصلي بكا برجع نام تاني بعد كده بروح بقى أزور جدتي وصلة الرحم بس دلوقتي نبايتش أخد عدية خلاص بقى نا ما هو أنا قلتلك أنا الموضوع عندي بالنسبة لي أنا لو هقولك ذكرياتي معلية العيد لا يعني بس أنا أخد عدية من بابايا جوزي كده بصراحة يعني مسلمات نفعش أنت هتسي بيهم نا يعني بس خزباً بشي معاي فرس الكتير اللي بتاعتز باندي لا أنا بالنسبة لي لو سألتيني عن ذكرياتي بس أنت معلية العيد هقولك الموضوع قد يكون متشابه بحاجات كتيرة جداً معاك في قوات مشتركة لكن في مرحلة كده انتقلت من فكرة اللي أنا بدل ما كنت باخد عدية بقيت عدية فهو ده الموضوع اللي هو يعني ليت الزمان يعوده يوماً عارفة كنت بتفارع بومبو وصواريخ برده؟ ده مرحلة كلنا لأ وكنت أنا من الأطفال الأشئية اللي بتحب عارفة اللي هو يديق الناس بالبومبو والصواريخ مش كمان بس الفكرة و لا و أنا بس ما أحبتش أقول لا 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 ما أنا صريح بقى خلاص هي الموضوع ذكريات بقى وربنا يعني أسرة خلاص اه بالضبط ربنا يسطر علينا لا كنت حقيقة كنت بحب اللي أنا فعلاً كنا أطفال فأي طفل بيبقى عنده شغف فكرة اللي هو هو بيستلز وفكرة مبسوط وهو شايف اللي هو ازاي بيدايق اللي قدامه أنا كنت طفل ريخم مش هكذب عليك فدي حقيقة لكن لو هتكلم على ذكرياتي بقى مع ليلة العيد وتفاصيلها أنت وانت بتحكي كده بس انت رجعتيلي فكرة رونق لبس العيد أيوة حلاوة لبس العيد وانت تجيبي لبس العيد أنا كنت عارفة أقوى والله فلاشبك كده حصل بجامة العيد كدش العيد فبقى لبس العيد كله لا 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 كنت موضوع كان كبير بالنسبة لي كنت باخد اللبس ده في حضني وأنا نايم يعني كنت بحطه جنبي على المخد والله مش بهزر يعني أنت وانت بتحكي كده فكرتيني لأنا عيدة ده أنا فيه وقت من الأوقات كنت باخد لبس العيد ده وحطه جنبي من كتر السعادة هو اسمه عيد كلمة مشتقة من السعادة من البهجة فافرحوا ابتسموا خلوا يومكو اليوم ده تحديدا يكون يوم كله سعادة كله بهجة كله أمل كله دعوة لنشر الخير ما بينك وما بين كل الأشخاص اللي حوالك يمكن بس أنت تكلميت في حاجة مهمة جدا رايحة ومعها بلدين لما كبرت كلنا خلونا نعمل ده بلاش يا سيدي يكون معاك بلدين وإن كانت البلونة يعني قلبك بسكوت كده مش غلية يعني والنوح ايه ندزي الأطفال اللي هناك هنبسته الكيس كله بكامل كيس كله بعشرين جنيه كيس البلدين خمسين جنيه يعني مش هيجيب مش عتاقب مش روحة ما تنفخيهاش ادي لكل طفل وانت ماشي كده ادي له بلونة اقول لك بلاش لو جبت الكيس اللي هو بتاع البمبوني ده او اه بالضبط كيس البمبوني ده لو انت جبته وديت له كل طفل موجود حواليك ما تعرفوش تعرفو أو ما تعرفوش الحاجات الحلوة دي هتلاقي نفسك دون أن تشعر يعني اه اسعت كتير قوي من الناس حببتهم حتى كمان في صلاة العيد وهم رايحين يصلوا اذا ده فيه ناس بتنشر بهجة بتنشر خير بتنشر السلام بتنشر محبة ما بينهم ومن بعض بحاجات بسيطة قوي تبسمك في وجه اخيك صدقة انا اعتقد اكبر صدقة نقدر اللي احنا نعملها كلنا في ليلة العيد دي او في يوم صلاة العيد الصبح تحديدا فجرا اللي احنا نوزع حاجات من دي تمنها يكون زاهيد جدا لكن هتكون مبهجة بشكل كبير لان برضو من وانت بتتكلمي انا افتكرت كان في وقت من الوقت كنت بصلي الى عيد في مسجد مصطفى محمود وكان منتشر جدا مسجد مصطفى محمود انت بس انا عاوزك بس انت ايه انزلي كده في اي وقت هتلاقي الالوان المبهجة اللي موجودة هناك بلالين بقى لبس عيد تيشورتات جديدة مش عارفي الوان مبهجة مع الخضرة اللي موجودة في المسطحات الخضرة الكبيرة الموضوع مبهج أول كبات شاي او قهوة على الصبح يوم العيد ستع ست الصبح تكسري الصيام قبل ما تنزلي ست الصبح ايه ايه اربع الفجر او اثناء خمسة الفجر لا اول ما تخلص الصلاة وتدخل تنام عادي بعدها مشكلة انا لدي والدي من الطقوس انا والدي لازم ان انت قبل ما تنزل تصلي هو اللي هيميز بقى العيد عن بيئة ايام رمضان افطر الاول قبل ما تنزل او اكثر حتى يعني صيامة يعني افطر انا بحب كده في الشمس وهي طلع اروح شرباني اول كوباية نسكا فيه مع بسكوت نشادر وبقى كده تمام عيق اه زمين قوي ده مش اي حد جافع عظمت ان بسكوت النشادر ارتب لذلك السحة يعني زمين مع شارج لي كان بيقول ان انا عندي 37 ثانى كبيرة قوي لا الا بعد الشر عليك انا اللي 37 دي حقيقى الموضوع زي ما بقولك كده فعلا كمان من ضمن التقوس اللي موجودة عند الغالبية الأعظمة منها المصيري مش اقول انا بس اللي انا تذكرتها كده معك فكرة اللي إحنا كنا لازم العيد أول حاجة نعملها إحنا رايب كلهم ساكنين جمع بعض فكان عندي عمّة الله يرحمها يعني ربنا يرحمها توفت بها لها نتكلم في 4 أو 5 سنين دلوقتي كانت عمتي دي هي ما بتخلفني فكان دايماً والدي حريص اللي إحنا أول يوم العيد نروح بعد ما نصلي العيد نطلع لعمتي دي علشان نقول لها كل سنة طيباً طبعاً وأخب منها العيدية نقونية كل شخصك الرايح هو في نفسه غرض آخر دايماً بيتقال كده لكن كنا حرصين على زيارة عمتي دي يمكن النهاردة الوضع لما جبرنا شوية زي ما انت قلت بقى أغلب الأمور اللي إحنا نوم أكتر العيد راحة أنا شخص بطبيعة الحال حتى وأنا صغير ما كنتش بحب اللي أنا أخرج في العيد لأن أنا بالنسبة لي خروجات العيد هي خروجات مفرهدة خروجات زحمة أنا ما بحبش الزحمة لأ أنا مش سنة ما بقوا كده بس يعني خروجات اللي هي إيه يعني حولين البيت كده في النطاق اللي هو اللي حواليكي ما بخروجش بقى لشوارع القاهرة الكبرى المزدحمة اللي بتبقى فيها أطفال جايين أو وافدين من المحافظات الأخرى للقاهرة يمكن بنعاين في الوقت بس في الناس خلي بالك بتحب أن تروح مثلاً جناين تنبسط بطريقة مختلفة الملاهي دي حاجة مقدسة عند ناس معينة على كل حال دي كانت زكرياتي أنا وعبدالصمد يا ترى بقى زكريات حضراتكم ايه مع ليلة العيد كل واحد فينا عنده كده حاجة مختلفة بتفكروا بالليلة الجميلة دي تلتة أيام العيد بنقضيهم بشكل مختلف بنبقى أجازة ومبسوطين واللي سافر واللي قعد واللي خرج واللي قعد في البيت يتفرج على التلفزيون سواء كان أي حاجة من دي عملتوها أو كنتوا بتعملوها زمان احنا حابين نعرفها هنستعرض إجابات حضراتكم لسؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك وحنشوفه ندردش مع بعض ونفتكر كده أيام زمان أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر بتصبح لحضراتكم